بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الجيش الاوكراني استخدم مطار كلباكينو في الهجوم الاخير على ميناء سيفاستوبول والرد الروسي حوله الى رماد اسرى الهجوم الروسي ليلا وتأثير ذلك على الهجوم المضاد وخطط عبور نهر الدينيبر في خرسون والتحركات الاوكرانية والحشود لعبور واسع النطاق ورد الفعل الروسي وسر استهداف الطيران الروسي جسر اسكول في مقاطعة خاركيف وحقيقة عودة مقاتلين فاجنر الى بخموت وتحت اي راية يقاتلون وحجم الخلافات بينهم وبين وزارة الدفاع تفاصيل وتطورات مهمة جدا هل نقشها باختصار تابعنا للنهاية عشان تكتمل عندك الصورة بخصوص الهجوم الليل اللي حصل على ميناء سيفاستوبول بالامس ليلا فالمصادر الروسية كشفت عن تفاصيل الهجوم اللي حصل بصاروخ كروز واحد من نوع ستورم شادو ومعاه في نفس الوقت طائرة بدون طيار واصبح معروف الهدف هو خداع الدفاع الجوي بهدفين مختلفين في السرعة والمقطع الراداري وحتى الارتفاع ولكن الدفاع الجوي الروسي اسقط الهدفين في منطقة بيلبك قبل الوصول لميناء سيفاستوبول وبعدها حصل هجوم روسي على المطار اللي انطلقت منه كازيفة السخوية 24 الاوكرانية والمصادر الروسية زي موقع افيا برو والمراسلين العسكريين بيأكدوا ان المطار اتعرض لتدمير واسع النطاق الهجوم الروسي حصل بالدرونات وبصواريخ اونكس الاسرع من الصوت طيب ايه في السلاحين دول ممكن يكون ليه التأثير ده على المطار السلاحين مالهمش التأثير القوي ولكن لو صاروخ من نوع اونكس او درون اصاب مستودع للزخيرة والصواريخ ممكن توسع دائرة التأثير بالشكل اللي حصل وده اللي اكده موقع افيا برو واللي حصل في مطار كلبكينو بلا شك هيأثر بشكل كبير على الهجوم المضاد خصوصا مع التركيز من الجانب الاوكراني حاليا على محاور الكرم وخرسون فده بيعتبر من اكتر المطارات قربا من الاتجاهين وكنت كلمت حضراتكم عن خطط الجيش الاوكراني لتنفيذ هجوم في محور خرسون وبدأ في نقل تشكيلات كبيرة من محور فيرميفيسكي بخلاف نشر لوائين من قوات الدفاع الاقليمي واخر التقارير النهاردة بتأكد ان في استمرار في عمليات الدفع بعناصر الكوماندوز للنزول والتمركز على الجزر في رواسب نهر الدينيبر وبالقرب من الشاطئ الشرقي عشان لما يبدأ الجيش الاوكراني تنفيذ خطة العبور القوات دي تأمل له رأس جسر للهبوط باقل قدر من المقاومة وطبعا الطيران لازم يكون مشارك في تنفيذ عمل زي ده لان المدفعية لوحدها غير كافية في تغطيته فلما الجيش الروسي ضرب اهم واقرب مطار بنمحور العبور بلا شك هيكون ليه تأثير خصوصا وفي كلام عن تدمير مقاتلة ميك 29 وقازفة كانت موجودة في المطار والمفروض انها كانت هتشارك في دعم الهجوم المضاد الاوكراني على شرق خرسون بخلاف ان مدارج المطار وبنيته التحتية تعرضت للهجمات فحتى درونات بيرقدار اللي بتنشط في المحور ده هتواجه برضو صعوبة في الاقلاع من مدارج المطار وده بلا شك هيجبرهم على تأخير خطط العبور لحد ما يصلحوا المطار اللي ممكن ينضرب تاني او يكونوا مجبرين على تنفيذ العبور بدونه ووقتها هيكون معدل الخسائر اكبر وفرص نجاح العبور هتقل اكتر بكتير والجيش الروسي بدأ في عارة نشر قواته في محور خرسون وكلمت حضراتكم عن عمليات نقل قوات اللواء 810 مشاتل بحرية من محاور زابروجيا الى شرق خرسون وعناصر من الحرس الوطني بخلاف ان الطيران الروسي بيستهدف على مدار الاسبوع اللي فات حشود الجيش الاوكراني والقطارات اللي كانت بتنقل الراجمات والجنود من محاور دونسك واللي هتبدأ تدخل مرحلة التجميد للهجوم المضاد فيها وفي محور كوبيانسك الجيش الروسي بيشتغل على خطة مشابهة للنمط الغربي في استهداف اللوجستيات وقطع خطوط الامداد وده شفنا في السيطرة على خط السكة الحديد في منطقة سيناكوفكا وضربة اكتر من خط من خطوط الامداد الاوكراني والسيطرة على المواقع اللي بتمر منها امدادات الجيش الاوكراني سواء بالطرق السريعة او بخطوط السكة الحديد وده خطة نجحة جدا وثبت انها بتسهل على اي جيش عرقل التحرقات خصمه وارهاقه في انه يحصل على الامدادات بالزخائر والوقود وده بيضطره لو تم تضييق الخناق عليه في النهاية انه ينسحب او يهزم بمقاومة اقل والنهاردة الجيش الروس استمر برضه في عمليات تدمير خطوط امداد وتحرقات الجيش الاوكراني في المنطقة اللي لسه بيسيطر عليها الجيش الاوكراني في مدينة كوبيانسك وضرب جسر بيعتمد عليه بيمر على نهر اسكول ووقت ما كان الطيران الروسي بيضرب الجسر كان فيه فعلا قوات واحتياطات للجيش الاوكراني بتمر فوق الجسر الهجوم الروسي كان بالطيران اللي نشاطه زاد جدا في محور خرطيف الاسابيع الاخيرة ولكن الهجوم ما كانش بالزخائر الموجهة من نوع فاب الهجوم كان بصاروخ من نوع اكس 38 وده صاروخ دخل الخدمة في 2019 وزنه 520 كيلو جرام وبرأس حربي 250 كيلو جرام ولكنه صاروخ اسرع من الصوت سرعته 2.2 ماخ وبيمتلك قدرة اختراق التحصينات بشكل غوي خصوصا النسخة اما اه اي رغم ان مدهة 40 كيلو متر الا انه رخيص وفعال جدا في تدمير المواقع المحصنة اطلقته كازفة سخوي 34 واصاب الجزء الجنوب من الجسر اصابة مباشرة ودمره بشكل كامل الجسر اصبح مفصول تماما وهنا بيظهر الفارق بين تأثير الصاروخ ده وتأثير اللي ستور مشاهده لما ضرب جسر تشونجار وعمل فيه ثقب رغم انه اكتر من ضعف وزن الصاروخ ده وضعف الرأس الحربي طبعا وصول امدادات الجيش الاوكراني من الجزء ده حاليا هنا اصبحت مستحيلة وبالتالي الجيش الاوكراني هيواجه مشكلات صعبة في ايصال الامدادات وعمليات المنوبة القتالية لقواته الموجودة في الجزء ده من كوبيانسك وطبعا ده هيشكل ضغط عليهم ممكن لو ما وصلتش امدادات ولا منوبة يستسلموا ويسلموا مواقعهم للروس وعمليات ضرب خطوط الامداد عادة بتسبق الهجوم الجيش الاوكراني عمل تحصين لاوضاع قواته داخل المدينة عشان يصعب مهمة الهجوم الروسي ولكن في غياب الامدادات كل التحصينات ممكن تنهار بسهولة اما بخصوص عودة مقاتلين شركة فاجنر الى بخموت فموقع ريبار العسكر الروسي كشف تفاصيل مهمة جدا عن الموضوع في واحد اسمه ترشيف وواحد اسمه لوتس من قيادات فاجنر تقريبا هم المسؤولين عن الشركة حاليا اتعرض عليهم ان المقاتلين بتاع فاجنر ينضموا القوات الحرس الوطني الروسي بعقود فردية بحيث يكونوا جزء من الحرس الوطني وياخدوا اوامرهم من قادة الحرس ويلتزموا بالقانون الروسي بشكل كامل ومن يستعملوا الشعارات ولا اعلام الشركة العسكرية الخاصة ولكن قادة الشركة لما اجتمعوا يوم 22 سبتمبر قراروا ان ده ما يتمش بشكل جماعي ولكنه هيكون بشكل فردي مطروك للافراد حرية القرار فبالتالي عناصر من المقاتلين السابقين يوقعوا عقود ويكونوا خلاص جزء من الجيش الروسي ومن الحرس الوطني ودول بدأ بالفعل ارسال اعداد منهم لمنطقة شرك خرسون واعداد منهم بدأت فعلا توصل بخموت عشان هتكلف بتنفيذ هجوم مضاد هناك على المواقع اللي خسرها الروس او بمعنى اصح اللي اصبحت منطقة رمادية لان مناطق زي كليشيفكا واندريفكا حاليا بتعتبر منطقة رمادية وهيكونوا تابعين لوزارة الدفاع وفايلة كريدوت في حين اللي عايزين يستمروا بنفس الوضع السابق مش هيكونوا موجودين داخل روسيا نفسها وهيشتغلوا في بيلاروسيا وافريقيا والشرق الاوسط وبالتالي الشركة لسه ما تمش حلها او تفكيكها ومن الامور اللي زودت الفجوة ما بين الشركة ووزارة الدفاع حسب ما كشف موقع ريبار الجيش الروسي بدأ يمنعهم من استعمال اللوجستيات الخاصة به في الخارج وفي تعليمات وتوصيات من وزارة الدفاع للسوريين والقوات الروسية الموجودة في سوريا بعدم السماح لأي طائرات تبع لهم بالهبوط في مطار حميميم او استخدام لوجستيات وزارة الدفاع فحاليا بيحصل ابعاد كامل لهم ولكن الجيش الروسي بيفتح المجل اللي عايز ينضم منهم للجيش بعقود تطوع للقتال بأجر تحت راية الجيش الروسي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته